يمكن القول أن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي وصل إلى خواتيمه بعد حركة مكوكية قاضها الوسيط الأمريكي أموس هوكستين ومن الواضح أن الحرب النفسية وسلاح المسيرات لعبا دورهما في مصار التفاوض غير المباشر إلا أن الدبلوماسية كانت الأداة الأقوى التي حسمت خريطة طريق الحل إنما السؤال ماذا يمنع اعتماد الاستراتيجية ذاتها في ترسيم الحدود البرية؟ العجز الفعلي الذي لا يفسر أن استخدام الدبلوماسية في عملية الحل في البحر وتغييب الدبلوماسية ورفع شعار الحديد والنار في مزارع شبعة فما يختلف في ترسيم المنطقتين إنما يختلف هو وجود النظام السوري الذي يقول دائما ومن فترة قالها بشار الأسد أن هذه المنطقة إن كانت لبنانية أو سورية فهي محتلة وهنا الإبهام الذي حاول أن يعطي على هذه القضية وهنا الوضع اللبناني يصبح كأنه في خدمة المفاوض السوري وليس في خدمة ترسيم الحدود وإنهاء هذه القضية وفقا لمفاهيم العلاقات الدولية فصل في المفاوضات غير المباشرة الترسيم البحري عن الترسيم البري والبت النهائي بالنقاط الخلافية على الحدود البرية ينتظر الاعتراف الجدي من نظام الأسد بملكية لبنان لمزارع شبعة وتلال كفرشوبة الأمر الذي عاد وأثاره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلات مطالبا حزب الله بالتدخل لدى حليفه الأسد قضية ترسيم الحدود هي موجودة عند هذا النظام السوري الذي أصبح هو شكليا يعني يمثل الواقع القانوني لسوريا ولكن إداريا هو لا يمون على كافة الأراضي التي أصبحت تحت الاحتلالات ولذلك طلب من حزب الله لما يتمتع به من نفوذ في سوريا ولد النظام السوري التدخل لإنجاز هذه المهمة لأن حزب الله بالنهاية هو حزب لبناني وهو يمثل شريحة لبنانية وهذه الأزمة لا تعني فقط طبقة أو شريحة معينة وإنما تعني وتخص كل اللبنانيون وبالتالي جميعا نحن مضطرون للذهاب إلى تفاوض دبلوماسي الحدود البحرية جنوبا تم حسم أمرها على الرغم من صعوبة العوامل التي كانت تحكم التفاوض غير المباشر فيما الشمالية تبدو أكثر صعوبة استخدع لموازين قوى استراتيجية وأبعاد جيوسياسية وبانتظار إيجاد صيغة تفاوضية للترسيم البري على الحدود الجنوبية هل سيبقى لبنان ورقة تفاوض ومساومة في يد ممانعة صورية كرست لبنان إيران لاند في حروبها السياسية والاقتصادية والعسكرية ترجمة نانسي قنقر